موسيقى السلام عليكم ورحمة بكم بقناة مطبخ قامر نتمنى ان شاء الله قاركم بخير اليوم قدت لكم تحلية اللي هي الفخيزية بماذاق رائع وطريقة سهلة وبسيطة نتمنى ان شاء الله يتشوفوا الفيديو الاخر وذروك ما نتوش عليكم باش نخليكم على المقادر وطريقة تحضير هنا كنت سبقت وسيت لكم الفيديو على البيسكويت غولي هنا كنت تحضرت البيسكويت غولي ليلة من قبل باش يبدل المليح وصيرو كنت تحضرتهم ليلة من قبل باش كل حاجة جيني يعني جيني سهلة هنا عندي كمية على الفخيز هنا الاساسة على الفخيز هنا لكم باتيسيخ بطريقة سهلة نصريت لحليب كنت تحضيته فوق النار وفي بول حكمت سافر بيت وخمس مغارف سكر كبار وثث مغارف كبار ميزينة يكونوا مقبين حركتهم بمليح ونسخلني هذيك الحليب ضفتهم لهذاك البيض ولا ميزينة والسكر خلطهم وبعد اوضفتهم فوق نضار وقعت بالاستمرار التحرك حتى تليه ذيك الكرام باتيسيخ لازم تحبسوش يديكم التحرك وفي الاخير باش تلتل هذي 8 غرام هنا سيرو طاق عادي سيرو هنا هي الزبدة 120 غرام يعني الكرام باتيسيخ مع الزبدة يسميها لك خاموس لي وهنا هي المول اللي نواسي به هذي الفخيزية هكذا عندكم مدور كاغي يعني الشي اللي عندكم في المنزل استعملوه هنا نحكم ذاك المول ساعين نقطع هكذا على حساب المول هنا اقول لكم ما دا بيكم تسبقوا كلش من القبل باش هذي المرحلة كامل ما تجيكم شو عرا يعني اصلا لك هم باتيسيخ لازم تكون بردة مليح باش نخلطوها مع ذاك الزبدة هنا كنت ليلة من القبل استعملت البيسكوغولي ولك هم باتيسيخ وصيرو وجيت كلش باش باش كي وسيت لكم الفيديو كان كلش سهل باش ما تجيكم ش حاجة وعرا كي ما تشوفوا البيسكوغولي يجي خفيف بزاف هكذا نمسي على المول نستويه مليح على المول هكذا او بعد نحكم هذك الفخاز اللي كنت شلتهم ومسحتهم بالبابير لازم شو ما يكونوا هكذا كمش بخين نستفهم كامل هكذا على المول كما تشوفوا نستفهم كامل كما تشوفوا هناك حكمت كامل 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 ملح هناك حكمت كامل كامل يكن من خرجتها من خلال متلاجه و حتى الساعة نضيف السماء و نتخلطها حتى يتم الملح يتخلط حتى المستعدة على المستعدة اميضة نضيف بيضة لابر القاوة نحكم السيروتاعي نحن نشمخ ملحة لديك اللبسك في غولين ديرها ملح هكتا .. نشمخها ملح باش جينيت ريام يعني هذي السيلو استعملت كاس جور كاس ما انتخشت على القارس ووسيته فيق النار واحد ثناش ندقيقة و بعد خليته يبرد السيلو عادي و هنا هي نضيف ووسيتها في الجيب حلواني باش تساعدني في الخدمة نحن نتغير هكتا شوية ونبين الافخز بين واحدة واحدة نمسيها هاد المرحلة باش ما يزغدوش هكذا كما تشوفوا هكذا هنا ما حبيتش انا نقطع لكم باش تشوفوا مليح المرحلة يعني حاجة سهلة وكي يكمل كامل باش نواسي الاموستاعي في الوسط هانها يبعد ما كملتهم نواسي ديك الاموستاعي الاموستلي هكذا العكحان موستلي في الوسط نحاول مشيها مليح ودلكم خليوها تضرب مليح في البتخان والباتر باش تولي لكم بيضا هادي هيا لك خم وسلين هانا نحاول مشيها مليح بالاسباطل تاعي ولا بالمغرفة ولا شي اللي عندكم هكذا مشيها مليح سفورها mash نحاول اللي يكونوا صغار هاكدا نحاول نقطع هه هكذا دي كيبها صغر نواسيهم هاكدا في الوسط نواسي كاميه مليحة هم نقطعين هكذا سواء دايما دي ما ليفخذه هادوك صغار لحطوهم بجبقط واسيهم في الوسط الحشو هكذا هنه ذيك البيسكو يغلي ليقعد ليه كيف كيف قطعته يعني في الغسط نستعمله هكذا و ليقعد كيف كيف ما تمريوه واسيوا به تحليه يعني حاجة ما نرحوها هذي النعمة هكذا نحاول نوسيك هكذا حتى نغطيها يعني في الغسط ما تبنش كامل نستويها مليح ونعود نوسيلها ذيك بالسيرو نشربها مليح بالسيرو هنا هكذا كيف ما كنتشوفو نسقيها مليح هذيك البيسكوي ونعود نطيف لديك الخموس اللي نتاعي كامل هنا كنت قاعدت لي كيف 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 في البولت على البيتران نستعملها كامل نستوي مليح كما كنتشوفو هكذا يعني ياريحتها ما شاء الله ونبعد نحكم هذيك الاسباتيو بتاعدي تساعدني في الخدمة الاسباتيسغي هكذا نستويها مليح الملتاعي وبعد المسح اللي كوت يمليح وندخلها الكنجيلاتور 1-4 سواية ست سواية هكذا باش تدرحها مليح ونغطيها بالفيلم على المونتخ باش اللي في الكنجيلاتور ما يعطيش ريحة لهذا تحليه تاعي وانا كي يخذش تحمل كانت ريحة له 1-4 سواية هنا عندي المعجون تالي فخز ولي عندوش المعجون تالي فخز ماشي مشكلة ينجم يعني كيلة تاع الفخز ماشي مشكلة تضربوهم في البلندور يولي لعندكم الكولي دو فخز هكذا يعني يولي لعندكم الكولي دو فخز بزيادة تنش متباسي اه الكولي دو فخز بلا ما تستعملوا للمعجون انا استعملت المعجون كنت تغل شوية نطلي مليح هكذا كما تشوفو نطليهم مليح وكيف كيف نحط العودة لفتحها ونحطها في المجمد حتى تجدروحها مليح نسيقينها ونوريها لكم ان شاء الله في السحن تقديم كي توسي وقت المرحلة تاع المعجون لالكولي دو فخز لازم تعودو تحتوها في المجمد وانا كي قاعدت لي في المجمد واحد الساعتين كي وسيت لها المعجون يسمى كلش يحلوا حتى سوايع في المجمد حكذا وبعد ما خرجتها بديت بالعقل 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 نحلف ذاك المول حتى نحلت لي وحرجت لي بسهولة لخطر جمدة المليح وشدتروح هذيك يعني الفريزية تاعي شدتروحها في المول حاجة سهلة وزيينتها كي ما كنشوفوه بلي فخز وانتوما التزيين يقعد اليكم وصدقوني حاجة سهلة يعني وانتوما وجدو كلش كي ما وليتلكم من القبل باش مجيكمش حاجة وعرة هذا ما كان نتمنى ان شاء الله هيعجبكم بالفيديو وتجربو هذي الوصفة يعني حاجة سهلة وبنينة وتفرحوا بها العيلة تاعكم خاصة يعني توسيو هذي الفريزية في شهر رماضة ان شاء الله يدخل علينا بالصحة والعافية انتمنى ان شاء الله هيعجبكم الفيديو وليعجبكم معليكم وليتواسي وجام وشاركوا في القناة لي وصلكم كل جديد ونشكرهم كامل المشتركات ليتخلو لي جديد ونقولهم مرحبا بكم وهذا ما كان خليتكم في امال له والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة